فصل الشتاء دايما بيكون بيئة مناسبة لانتشار الفيروسات خاصة فيروس الانفلونزا لأيام اللي فاتت كثير من الأطفال أصيبوا بدور برد عشان كده كان فيه توصيات ونصائح طبية بضرورة تلقي لقاح الانفلونزا خلينا رفت تفاصيل أكتر من دكتر أمجد الحداد استشاري الحساسية والبراعة بالمصل واللقاح سبع الخير رحضيك دكتر ونوارنا في سبع الخير سبع الخير على حضراتكم جميع وسبع الخير على السيدة المشاهدين أهلا بحضرتك طبعا فصل الشتاء ويمكن الفترة اللي فاتت سمعنا الناس كتير قوي جالها برد والبرد كان إلى حد ما دور كان شديد شوية فهيزعرف من حضرتك يعني فيه جزء من الناس مقتنع أنه آه لازم أخذ اللقاح بتاع الانفلونزا في بداية موسم الشتاء حديدا ونسلع يعني مش حاجة مهمة حضرتك بترجح إيه طب إحنا الخريف خلاص هينتهي وهيكوش فصل الشتاء الخريف كان فيه انتشار الفيروسات التنافسية كان أكتر من 70% منها كان فيروس مخلوي الشتاء بقى مشهور أكتر بالانفلونزا المسلمية اللي بتبدأ تنشط فعليا مع بدء الشتاء طب الناس كان بتقول طب إحنا خدنا مصر الانفلونزا وجالنا برد عايزين نفرق أو ما بين البرد والانفلونزا المخلوي لا الانفلونزا مرض قطير دي مضاعفات خطيرة منها للتاب الراوي الانفلونزا مرض سريري يعني هيقعدك في البيت هيرفع حرارتك هيكسر عظمك هيقعدك في البيت هيبقى فيه فوجدان الشاهية هيبقى فيه احتقام في الحال هيبقى فيه مشاكل تنافسية قد تؤدي إلى التاب الراوي الناس تعتقد أن الانفلونزا هو البرد لا فيه فرق جبير جدا بين الاتنين بمعنى أن البرد دور بسيط ارتفاع حرارة بسيط احتقام بسيط الانفلونزا ارتفاع حرارة شديد ألام في العظام له مضاعفات خطيرة وهي الاتاب الراوي فبذلك اللقاح مهم على عكس ما الناس معتقدة يعني اللي بيفرق بينهم يا دكتور أكتر تكسير في العظم ألام في العظام ورتفاع حرارة في الانفلونزا بتبقى شديد ومشاكل الانفلونزا على الرأة أخطر قد تؤدي إلى التاب الرأوي البرد احتقام بسيط رشح الشخص ممكن يمارس حياته طبيعية ما عندهش ألام في العظام مش انفلونزا سريرية البرد مختلف تماما عن الفلونزا وفيروسين مختلفين تماما ولقاح الانفلونزا لا يعطي مناعة ضد البرد لا يعطي مناعة ضد المخلوي هو يعطي مناعة ضد الانفلونزا عشان كده الناس عندها تصور أنه ما هو بيجي لي برد ما أنا باخد الانفلونزا انت بيجي لك يا فندم برد مش بيجي لك انفلونزا الانفلونزا فيروس مختلف تماما اللقاح الموجود هو لقاح ربعي ضد أربع أنماط من الانفلونزا الأكثر جائحية الأكثر خطورة الانفلونزا لها نسب وفيات عالمية للأسف وعالية جدا خطيرة جدا مثل التابر وده الموسم بتاعه مبداية من الشتاء يبتدي تظهر هيئل المخلوي على فكرة مع السقيع لأنه المخلوي ينشط أكتر في تغيير الفصول هو الخريف لكن الشتاء هو مشهور بالانفلونزا طيب أنا مخدتش لقاح الانفلونزا هل هو عدى الموسم بتاعه لا معداش آه بتقل أهميته لو أنت تأخرت لكن مهم جدا أنه ناخد لقاح الانفلونزا على الأقل سيعطيني حماية ضد فيروس أعتقد أنه هذا العام لأننا السنتين اللي فاتوا كان فيه إجراءات احترازية كالعدوى الانفلونزا أو العدوى التنفسية عموما لم تكن منتشرة بالقدر الكافي هذا العام العدوات التنفسية جميعا فجئنا فيروس ناس أعتقد أنه جديد اللي هو المخلوي عندنا المخلوي عندنا انفلونزا عندنا كرونا فهذه الفيروسات التنفسية تنتشر في هذا الموسم ما المانع أن أقي نفسي ضد فيروس أنا أعتقد أنه شديد الخطورة هو يؤدي إلى التبرق لها نسبة وفيات عالمية خصوصا مع كبار السن خصوصا مع مرضى ضعف المناعة خصوصا مع مرضى الحساسية اللي بيعانوا من الانفلونزا المضعفات بيكون وقعها على مريض الحساسية أخطر بكتير جدا جدا من المريض العادي طيب دكتور ما هي موانع تلقي لقاح الانفلونزا؟ طيب الأول موانع السن أقل من 6 أشهر لا يؤخذ لقاح الانفلونزا في حاجة مرض معين اسمه متلازمة شلال رباعي الجمان بري بمعنى ارتفاع الحرارة هو مش مانع دائم هو مانع مؤقت السن أقل من 6 أشهر لا يؤخذ متلازمة الشلال رباعي لا يؤخذ غير ذلك اللقاح آمن جدا 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 فوق 6 أشهر لجميع الأعمار حتى الحوامل حتى المرضعات بل بالعكس احنا كنا بالنياشة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أنهم ياخدوا لقاح الانفلونزا بمعنى أنه آمن في الأطفال وآمن في كبار السن بل هو ملح وضغو مهم لهذه الفئة مهم المريض الضغط مهم المريض السكر ليه مريض السكر مهم أن ياخد لقاح الانفلونزا لأنه وقع الانفلونزا على مريض السكر لأنه يصنف أنه ضعيف مناعيا يكون وقعه خطير يؤدي إلى دخوله في مضاعفات خطيرة منها الالتابر أو عند الإصابة مريض حسية الصد الإصابة التنفسية تؤدي إلى مشاكل تنفسية ليه لأنه تؤدي إلى التابر فبالتالي الانفلونزا ولقاح الإنفلوانزا يحمي من مضاعفات الإنفلوانزا على مريض الحساسية وهي الالتهاب الرأو ليه أي أثار جانبية دكتور أو لو حد قرر أنه هو يروح يتلقى هذا اللقاح لازم يكون فيه مثلا أي اختبارات حساسية أو تحاليل معينة طيب لقاح الإنفلوانزا الأول إحنا ما كنا بقول المرضى عندهم حساسية البيض ما يغيروش لقاح الإنفلوانزا أو لو حد عنده تاريخ مرضي أنه هو خد لقاح زي اللي كان حصل له فرطة حساسية للقاح كورونا بساك لو عنده تاريخ مرضي أنه هو عنده تحسس ضد اللقاحات ما ياخدش لقاح الإنفلوانزا لو أنا سخني النهاردة وعندي مرض اشتباه الإنفلوانزا أو اشتباه كورونا أأجل اللقاح لحين التعاف غير ذلك لا توجد موانع ولا توجد أثار جانبية إلا الأثار الجانبية المعتادة اللي هي ممكن مكان الحقنة ورن شوية ممكن أدفى بسيطة أخذ برس تمول ساعتها وخلاص لكن ما فيش أثار جانبية تسكر مثل ومثل باقي اللقاحات قد تحدث أثار جانبية نادرة الحدوث اللي هي ممكن يرتفع حرارتي نص درجة ممكن أحس بواجع مكان الجرعة ودي أثار جانبية معتادة لأطفالنا عنده أخذ أي لقاح نقدر نقول إن الإصابة بالإنفلونزا ممكن تسبب الوفاة الإنفلونزا مثل كورونا قد تؤدي في بعض الأشخاص من ضمنهم مرضى السد الرئوية مرضى ضعف المناعة إنه هو تؤدي إلى مضاعفات خطيرة منها الالتهاب الرئوي سجلت حالات طبية قد يؤدي إلى نسب وفيات عالمية من الإنفلونزا كان عندنا الإنفلونزا الأسبانية كان جائحي وكان لها وفيات عالمية مع اللقاحات قلت نسب الوفيات ولكن توجد نسب عالمية اللي احنا كنا بنقول يا رب كورونا يصل إلى هذه النسبة بالفعل كورونا كجائحة أقلت حدته أقلت خطرته والنسب الوفيات من كورونا قاربت أن تكون مثل نسب حوية الإنفلونزا الفلونزا لها نسب وفيات لمرضى معينين اللي هم كبار السن، أصحاب المناعة الضعيفة، مرضى السكر مرضى اللي لديهم أجسام مضادة أقل اللي هم مرضى ضعف المناعة الخلقي لذول اللي بنقول لهم يعني فيه طفل يولد بمرض مناعي معين لو لديه نقص في أجسام مضادة، لا ده أنا بقول له ده أنت لازم تاخد تطعيم الإنفلونزا لأن وقع الإصابة على هذا الطفل قد تكون خطيرة عليه أكثر من أقلناه لأنه ليس لديه مناعة، ليس لديه أجسام مضادة تساعده للحماية فبالتالي إعطائه اللقاح هو يكون لديه أجسام مضادة ضد الإنفلونزا فعند الإصابة لا تكون الإنفلونزا مضاعفتها الخطيرة فبالتالي اللقاح مهم لجميع الفئات وخصوصا فئات مرضى ضعف المناعة، مرضى السكر، مرضى القلب، مرضى السد الراوية، مرضى الحساسية طيب، فيه يمكن بقالها فترة كده زهرة في الصيدليات أو بتشوف كده إعلانات مجموعة البارد خد في كيس كده فيه مجموعة من الأدوية هتقيق وهتحميك ومش محتاج تاخد لقاح هل ده يعني خلينا نقوله علميا سليم؟ كارسي، ليه بعد؟ أنا فيه أعينة كبسألني أنتوا ازاي بتقولوا ناخد مص للبرد وانتوا بتحذروا من حوانة البرد فيه التباس عند الناس أن فيه حاجة اسمها مص للإنفلونزا اللي هو بيقم الإنفلونزا مش البرد وحوانة البرد لما تكون انت سخن أو عيان تروح الصيدلية لما تاخد المجموعة اللي انت قلت عليها أو تاخد هتلر أو حوانة سلاسية اللي هي معروفة بحوانة البرد اللي هي حوانة مضاد دحاوي، حوانة مسكن، حوانة كورتيزون دي حوانة كارسية وبتأخذ عشوائيا لما يكون حد عنده الإنفلونزا يروح الصيدلية ياخدها عشان يخف دي حوانة ضر جدا ليه بقى لأن أولا الإنفلونزا أو البرد هو عدوى تنفسية فيروسية ليس لها علاقة بالعدوى البكترية المضادات الحيوية تؤخذ فقط في العدوات البكترية وبالتالي انت بتاخد مضاد حيو بدون وصف طبية، بدون داعي، بدون إجراء اختبار حساسية وده حدث له مشاكل كثيرة جدا عند استخدام المضادات الحيوية بدون داعي وبدون اختبار تاني حاجة انت بتاخد حقنة كورتيزون وجيب لها أثار جانبية بتضعيف منعتك عند تكرارها خطيرة جدا على مريض السكر، خطيرة جدا على مريض الضغط وتؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة جدا عند تكرارها الحقنة التالتة حقنة مسكنة الحقنة المسكنة هي خطر جدا على مريض حساسية الصدر وممكن تؤدي إلى زيادة الأزمة الربوية خطر جدا على مريض الكلا وفرط استخدامها انت خدت ثلاث حقن علشان تشعر بارتياح وقتي وانت بتضر نفسك بالفعل لانت بتاخد علاج بدون داعي بدون وصف طبي بدون اجراء اي اجراءات اختبارات حسية للمضاد اللي انت بتاخده اللي هو في الاصل مفيش داعي ان انت تاخده ان دي عدوى فيروسية كذلك المجموعة التي تقول عليها الاربع تقراص دي فيهم ايه؟ فيهم مضادة حيوية هم يتحطوا مع بعض كده؟ كابسولة مضادة حيوية؟ كابسولة مضادة حيوية؟ انت بتان مجيل من البكتيريا بعد كده عندك مقاوم للمضادة الحيوية لانت بتاخد مضادات بصورة عشوائية وبدون داعي هم ليه سموها حقنة هتلر دي بقى؟ هتلر مسمى القوة اه انا حقنة قوية العين يقول لك انا خدت الحقنة عرقت هو عرق فعلا ونزلت الحرارة والسوقتيا نزلت ليلا انت واخد كورتزون واخد مسكن خفض حرارة فهتحسسك بالارتياح دين الحقنة السلسية بعدها بنص ساعة على طول على طول تلاقي نفسك خفض بس بعد ساعتين تلاتة الحيوية سخنة هترد تاني لان انت ما عملتش حاجة انت ما خدتش علاج انت خدت مسكن درك وبدون داعي وملوش دور علاجي اصلا بالفعل دي حقنة البرد طيب اللي هاجع بعض مصلحة في الوزة اللي حين بتتكلم عندكم يفرق ازاي من الاتنين يا فانت بين ايه و ايه بين ان هو ان دي يعني مش انفلونزا او انها هي عدوى بكترية يعني يعرف منين العلامات الاول هو عنده ارتفاع حرارة شديد هو او طفله الاول لازم يكشف لان اللي هيحدد هي عدوى فيروسية او عدوى بكترية هو الطبيب هيحددها ازاي ارتفاعات الحرارة الشديدة المتواصلة اللي اكتر من يومين يعني انا بقولي العيني احنا هنصبر يومين بخفض الحرارة يعني لو الحرارة تدد تقل او تتباعد خلص انت مش محتاج مداد ضحية لو فضت اكتر من يومين وانا شفت مثلا في صديد في زورك في اللي وزة بنسبة كبير عدوى بكترية لو مؤشرات عملتلك تحاليل ومؤشرات معينة في الدم عالية تدل انها عدوى بكترية هتديلك مداد ضحية طب لو انا لقيت الحرارة بتنخفض والحرارة مش عالية جدا وامورك الصحية كويسة وتحيلك كويسة هذه ليست عدوى بكترية لو انا حسيت ان في عدوى بكترية بالكشف الطبي لقيت مثلا في التهاب رئوي الاقرب ان يكون بكتيري هيعطي الطبيب في هذه الحالة مداد حيوي غير ذلك من الحالات اكتر من تمانين هي عدوىات فيروسية لا تحتاج الى مدادات حيوية يتعافى منها الطفل او المسن تلقائيا دون اغز مدادات حيوية لان بيعتمد العدوى الفيروسية على منعة الشخص هي التي تعطي استجابة لي وتخفف من اعراضه مع المتابعة الطبيب بيجد ان العرب تزيد ارتفاع الحرب يزيد هناك مشاكل تنفسية تستدعي ان وجود عدوى مشتركة عدوى بكترية مع العدوى التنفسية في هذه الحالة سيأخذ الطبيب قرارا باخذ مدادات حيوية لكن في غير ذلك من الاحوال اكتر من تمانين في المائة من الناس بيأخذوا مدادات حيوية بدون داعي نهائيا هاخذ الشيء الصيدلية اخذ علبة مدادات حيوية المدادات حيوية هو اللي هي فوأتي المدادات حيوية هو اللي هي ريحني هذه المعلومة طبييا ليس لها اساس من الصحة لو صبرت الامة على طفلها بخافض الحرارة في العدوى الفيروسية والسوائل بنسبة كبيرة سيتعافى الطفل بدون اخذ مدادات حيوية اذا استمرت حرارة ابني اذا استمرت القحة الشديدة اذا وجدت الام طفلها لليه صعوبة في التنفس ستتوجه الى الطبيب مباشرة وهو اللي هيكرر دي عدوة فيروسية ولا عدوة بكترية دكتور هل في أدوية معينة بتتعارض مع لقاح الإنفلونزا المفروض مثلا المريض يوقفها قبل ما يتلقى اللقاح مثلا بفترة معينة اللقاح الإنفلونزا هو لقاح ميت لقاح ميت يعني معدل أنه هو الفيروس نفسه غير حي فبالتالي لن يسبب أي مشاكل صحية عند أغزه ولا يتعارض مع أي أدوية أخرى الحالة الوحيدة اللي أنا بأجله إن لو أنا سخن عندي ارتفاع حرارة لأن فعالية مناعتي ساعتها أثناء دور البرد أو الإنفلونزا نتكون مناعة ضد اللقاح بتكون أقل لأن المناعة بتكون بنشاغلة بعد وأخرى بتحاول تقومها فبالتالي ما بنقول للأمهات لو ابنك لديه ارتفاع حرارة أو سخنية يؤجل أغز اللقاح غير ذلك لا يوجد أي تعارض طبي إلا مرض وحيد اسمه متلازمة الشالة الرباعي إن هو اللقاح في بعض الأحيان بيصير هذا المرض فبالتالي اللي عنده تاريخ متلازمة جوان بريء أو الشالة الرباع ده اللي ما بيخدش اللقاح غير ذلك ما فيش أي تعارض اللقاح آمن جدا جدا ومهم ومتوفر في جميع فروع المسلقح والصيدليات والوزارة بتناشد الناس يوميا يا جماعة الشتاء على الأبواب طيب أنت مفترض تاخده دلوقتي ولا تاخده من زمان؟ المفترض كنت تاخده في عشر أو حداشر واثناشر طيب هلأ أنا مخدتوش لحد دلوقتي ينفع أخده؟ آه أخده لأن الشتاء الإنفلونزا مستمرة في الشتاء ستعطي مناعة آبت اللي تدريجين لو أنت تأخرت بس لا تزال الأهمية اللقاح موجودة وفي الوقت اللي أنا فيه ده هو ده الأهم من أن أأخذ لقاح الإنفلونزا لأنه خلاص الشتاء أعتقد باقي له يومان وبعد ذلك سوف تنشط الفيروسات التنفسية الخاصة بالإنفلونزا وده الموسم بتاعها وزي ما قلنا اللقاحات الموجودة اسمها لقاحات ربعية تحتوي على أربع أنماط هما الأشهر هما الأكثر جائحية هما الأكثر خطورة هل فيه اختبار حساسية لمصد الإنفلونزا؟ لا هو يؤخذ تحت إشراف طبي ما فيهش داعي نحن نعمله اختبار إنه هو مش من ضمن الحاجات الشهيرة بتعمل اختبار حساسية بالتالي يتم أخذه إلا لو فيه تاريخ مرضي للشخص ده إنه هو حصل له تفاعل من أحد اللقاحات ده بيمنع من أخذ اللقاح طيب دكتور فيه ناس بتقول أنا لا أنا بيأخذش أصلا أدوية لما بيجي لهم دور برد أنا بيأخذش أصلا أدوية وبأخذ حاجات سخنة وعسل لا مش أخذ أدوية مش أخذ أدوية؟ تقصدي مش أخذ لقاح ولا مش أخذ أدوية؟ مش أخذ أدوية أصلا مش أخذ أدوية طيب بالفعل هو العدوى الفيروسية البسيطة لا تحتاج إلا خوافة حرارة العادية والسوائل لكن لو هي أدت إلى مضاعفات يجب توصل للطبيج بمعنى أنا دافي في احتقام بسيط ممكن سوال دافية وخافة حرارة بسيط أنا بتعافى وحالة الصحية جيدة الأمور تمشي فيه اتجاه الاستقرار لا أنا حرارتي بتزيد وبقى عندي قحة وبقى عندي صعوبة تنافس لا هذه العدوى الفيروسية أدت إلى مضاعفات تنافسية فبالتالي يجب التوجه للطبيب لأخذ مضادة فيروسية مش مضادة حيوي للمتابعة موسع للشعب حاجات مذيبات للبلغة والمتابعة الجيدة هل محتاج هل هذه العدوى معاها عدوى مشتركة بكتيرية يحتاج مضادة لا الطبيب لا يزيقر لكن بالفعل 70 أو 80% من العدوات الفيروسية هي عدوات بسيطة مجرد السوائل الدافية وقوافة الحرارة التقليدية بيتعافى الشخص منها تلقائيا طب وانا ليه أستنى لما يجي لعدوى هل هي جديدة هل هي خطيرة هل هي ممكن أكون أنا معدي لشخص مسن آخر وان العدوى عندي بسيطة تم أخذ اللقاح لي والأسرتي والأطفالي ولكبار السن وأعطي حماية مجتمعية من العدوى الفيروسية ممكن أنت أكسبنا كشاب ورياضي وصحي تتقبل عدوى الفيروسية ويتعافى منها الشخص لكن ممكن أقول أننا نقل للعدوى كنا بنقول نفس الكلام ده في كورونا لشخص آخر مسن أو كبير سن فبالتالي بيكون وقع الإصابة عنده هو خطير فبالتالي لما نأخذ اللقاح أنا أمنع العدوى للأخري لما أدي لمسن جدي جدتي والدي والدتي في المنزل هذا اللقاح مهم جدا لمعنى العدوى المجتمعية ومهم جدا لمعنى الدخول في مضاعفات عنده الإصابة بالإنفلوانزة شكرا لك دكتور دكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصر ربما حدثنا بالتفصيل عن كيف نأخذ اللقاح الخاص بالإنفلوانزة توقيت المناسب لي فئات أكثر عرضة لتأثرا يعني بعدم دخول في دائرة هذا المصر أعتقد أن ده أمر مهم جدا لازم تلتزام به في الفترة القادمة دكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصر ونلقاه بنشكرك شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لك